وطبعا من المتوقع أن بعض الأطراف في المعادلة السودانية قد تحاول أن تنتهز الفرصة وما ترى أنه غياب أو ضحف في بعض الجبهات كي تحقق بعض المكاسب السريعة والآنية ولذلك الحجوم الذي قضته قوات الحركة الشعبية تحرية السودان الشمال بقيادة عبدالعز الحلو على مدينتي كادوكلي والدلنش ليس مستغربا وإن كان واضح أن قوات الجيش السودانية المتمركزة في المنطقة استطاعت صد ورد الهجومين التي تموا خلال الأيام الماضية ولذلك محاولات بعض الأطراف هنا وهناك لعادة التموضع وربما كذب بعض الأرض أو على الأقل الضغط بغية إيجاد مكاسب تستغل في أيام عملية التفاوض ليس مستغربا قد تكون هناك حتى تحركات متوقعة في مقبل الأيام تطاول مدى الصراء أن تحدث مثل هذه التحركات لرفع الضغط أو تخفيف الضغط عن الحلفاء يعني مثلا حلفاء قوات الدعم السريع في الخرطوم أو في بعض بناطق ديرفور كذلك من باب شد الأطراف ومحاولة تشديد قوات أستاذ محمد استمرار الصراع هل بات يهدد وحدة أراضي السودان؟ من الناحية النظرية قد يكون ذلك صحيحا لكن لحد كبير لا تصور أن هناك شرخ كبير قد يحدث في وحدة الأراضي السودانية لأن الطرف الآخر الذي يقاتل الجيش السوداني لا يستطيع أن يمثل جهة كاملة سواء كان في ديرفور أو سواء في جنوب كردفان لوحده ليست لهم يعني قوات الدعم السريع ليست لها الحاضنة الشعبية المتماسكة الكافية الكبيرة الراسخة التي تمكنها من ذلك لكنها يمكن أن تحدث شيء من حالة الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار الذي قد يؤثر على مختلف المناطق لكن ليس بالضرورة بالصورة التي تحتث انفصالا أو استقلالا لمنطقة من حقية الأراضي ماذا يعني إعلان الولايات المتحدة رفع يديها عن المحادثات بين طرفي الصراع؟ هو في الغالب الولايات المتحدة في غالب الأمر في ظني أنها أوكلت الأمر إلى الحلفاء الإقليميين وغالبا تريد إفساح الطريقة أمام المبادرة التي تحاول أن تتقدم بها مجموعة دول الإيقاد بواسط القيادة الكينية وهذا أمر ليس جديدا على نسق الولايات المتحدة يتدخل الشركات الدولية بقوسين في مختلف النزاعات ولكن حينما يكتشفون أن الأمر أكثر تعقيدا أو ربما يتطاول أو ربما ليست فيه مكاسب سياسية سريعة يتم إيكال الأمر إلى الوكالاء الإقليميين وتظل الولايات المتحدة موجودة في الخلفية لكن الأمر الآخر هما تحدثوا عن السيغة أو استخدموا كلمة فورما وهذا صحيح السيغة التي تريد أن تفرضها الولايات المتحدة هي سيغة محطوبة سيغة قائمة على أساس خاطئ سيغة لن تؤدي إلا إلى ذات النتائج التي وصلنا إليها في السودان في الخامس عشر من إبريل وكل ما حدث هو بسبب محاولة الولايات المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية الأخرى فرض صيغة على المشهد السياسي السوداني ولكن لا أظن أن هناك تفكير تدبري كافي في واشنغتون قد حدث لكي يتدبر الأمر بصورة شاملة ويدركوا أنهم شركاء في اندلاع العنف في السودان من خلال محاولتهم فرض سيغة الاتفاق الإطاري ومن حاولتهم فرض الوثيقة التستورية السابقا في 2019 وكل هذه هي بذور أساسية لما نشهده الآن في الخرطون أشكرك جزيلا شكرا الباحث والمحلل السياسي محمد الأمين عثمان على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من لندن